ما أن توفد المشاركون في قمة العشرين وقبل أن يجلسوا إلى طاولة الحوار حتى بدأت وكالات الأنباء ببث مقططفات من مسودة البيان الختامي القمة في الأساس اقتصادية تبحث في قضايا تهم النظام المالي العالمي مثل استراتيجيات النمو والعمالة والاستثمار والتجارة والطاقة وغير ذلك إلا أن الإرهاب والهجرة تصدراء قائمة الأولويات القمة تأتي بعد يومين على هجمات باريس وبعد أيام على الاعتذاءين الذين شهدت هما بيروت والمتهم الرئيسي فيها هو تنظيم الدولة الإسلامية مصودة البيان الختامي للقمة نددت بتلك الهجمات وأكدت التزام القادة بتوحيد جهود مكافحة آفة الإرهاب قمة العشرين في الأصل متخصصة في مناقشة المسائل الاقتصادية في العالم لكن ومثل ما قال الرئيس إردوغان فإن الأجواء تلبدت بالاعتداءات المرعبة التي وقعت في باريس قبل يوم ونصف إن الاعتداءات التي وقعت في أنقرة وقتل المواطنين الأبرياء الذي يستند على أيديولوجيا عوجا لا يمثل اعتداء على فرنسا أو تركيا بل هو اعتداء على العالم المتحضر مسودة البيان دعت أيضا إلى عدم ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنسية ونبهت إلى أهمية مكافحة تدفق الأموال للتنظيمات الإرهابية وكذلك الحال بالنسبة للمقاتلين الأجانب ينبغي علينا أن لا نخلط بين الفئات التي تأتي إلى أوروبا لا يمكن مساواة بين المسؤول عن هجمات باريس وبين اللاجئين الحقيقيين وطالبي اللجوء النازحين مرتكب الهجوم هو مجرم كما طلبت القمة زيادة السيطرة على الحدود وتعزيز أمن الطائرات والمطارات لضمان سلامتها الرئيس التركي رجب طيب أردغان التي تعقد القمة في بلادها أعرب عن اعتقاده بأنها ستوجه رسالة قوية وصارمة للإرهابيين في كل مكان نواجه نشاط إرهابيا جماعيا حول العالم إذ أن الإرهاب لا يعترف بأي دين أو عرق أو جنسية أو دولة سنواصل مناقشاتنا في قمة العشرين ضمن جدول الأعمال إلا أننا سنركز على ضرورة إيجاد موقف حازم غد الإرهاب الدولي مصودة البيان الختامي للقمة نصت على أن الهجرة مشكلة دولية ينبغي على جميع الدول تنسيق جهود مواجهتها لا سيما وأن أوروبا تتوقع دخول نحو مليون لا جئ إلى أراضيها غالبيتهم سوريون ترجمة نانسي قنقر